السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله ابناء الطلاب بنات الطالبات مرة أخرى في حصتكم حصة العلوم الصف الأول ابتدائي نكمل درسنا عن الحيوانات اليوم ما هي الزواحف وما خصائص تلك الزواحف لكن توقفنا في الحصة الماضية عند نشاطنا المنزلي لدينا سؤالان السؤال الأول نريد أن نضع علامة صح بهذا الشكل أو خطأ بهذا الشكل حسب العبارة الموجودة لدينا الطيور لها جناحان تساعدها على الطيران صح أم خطأ حسنتم صح عبارة صحيحة الظفدع يعتبر من الطيور صح أم خطأ الظفدع لا خطأ حسنتم يغطي بعض أجسام الحيوانات الثدية شعر صح أم خطأ أحسنتم صحيح لأن بعضها يغطيها شعر أو صوف أو فروء أو وبر أما السؤال الثاني ضع أو ضع دائرة حول الحيوان الذي يغطي جسمه الريش هنا صورة الخفاش والقنفذ أو الديك أيهما يغطي جسمه الريش نعم إنها الطيور الطيور هي الوحيدة التي يغطي جسمها الريش نسترجع قليلا ما هي فصول هذه الوحدة الفصول الثالث هو عن الحيوانات فيما الموجودة حولنا والفصول الرابع يتكلم عن أماكن عيش هذه الحيوانات في هذا الفصل هناك درسان ولازلنا في هذا الدرس الأول وهو ما هي أنواع الحيوانات وما هي خصائصها أما الدرس الثاني فهو يتكلم عن ما هي حاجات الحيوانات لكي تتغذى وتنمو وتعيش لدينا سؤال رئيسي في هذا الدرس هو كيف تختلف الحيوانات فيما بينها وذكرنا وضعنا جدول نكمله كل ما انتهينا من مجموعة من الحيوانات حتى يصل لدينا جدول مكتمل ما هي المفردات أهم هذه المفردات الثديات لماذا تسمى ثديات أحسنتم لأنها لديها أجزاء تسمى الأثدات ترضى بها صغارها أما الطيور نعم تسمى بذلك لأن لديها جناحان تستطيع بهم الطيران أما المأوى فهو المسكن الذي يعيش فيه المخلوق الحي لحمايته سواء إنسان أو حيوان وأخيرا أكلات الأعشاب أو أكلات لحوم سوف نتعرف لها في الدرس القادم نحاول أن نكمل الإجابة على كيف تختلف الحيوانات ذكرنا أن مملكة الحيوانات تقسم حسب وجود العامود الفقري من التي ليس لها عامود فقري نعم منها الحشرات أما التي لها عامود فقري تسمى الفقريات فهي الأسماك البرمائيات الزواحف الطيور وأخيرا الثديات تعرفنا على الثديات وتعرفنا على الطيور نكمل اليوم الزواحف نريد أن نتعرف على الزواحف ما هي الزواحف من اسمها زواحف تزحف أحسنتم هذه مجموعة من الزواحف هل معنى ذلك أنها ليس لها أرجل لا لديها أرجل وبعضها ليس له أرجل وسوف نتعرف على هذه الحيوانات ولكن أرجلها صغيرة لذلك هي تزحف قريبة من الأرض هذه بعض صور الزواحف يا ترى ما هي خصائص الزواحف هذه مجموعة من الزواحف سوف نتعرف عليها جميعا لكن ما هي الخصائص المشتركة بينها لنتعرف على هذه الخصائص من هذا المقطع السلام عليكم وعليكم السلام الذي تحمله بين يديك يا عبد الله إنها سلحفا سلحفا نعم إنها نوع من الحيوانات ينتمي إلى فئة الزواحف أعرف أنها سميت بالزواحف لأن هذا الاسم يشير إلى حركتها صحيح فمعظم الزواحف غالبا تتحرك بنفس الطريقة حيث تساعدها أطرافها في الحركة ولكن نستثني منها الأفاعي ولماذا نستثني منها الأفاعي؟ لأنها تزحف على بطنها وليس لديها أطراف للمساعدة في الحركة وهل هناك أنثلة أخرى على الزواحف غير السلاحف والأفاعي؟ نعم فهناك أيضا التماسيح والسحالي كما تضم السحالي كل من الضب والحردون والبرس وكيف تتغذى تلك الزواحف؟ تتغذى على الحشرات والديدان والنباتات وبعضها مفترس يتغذى على بعض الحيوانات ذكر لي معلمي أن أجسام الزواحف مغطاة بحراشف قرنية جافة لا تحتوي على غدد صحيح وهذا النوع من الجلد يمنع فقدان الماء كما أنه يعمل على حماية أجسامها شاهدنا قبل قليل ما هي خصائص الزواحف؟ من هذا المقطع ما الذي استفدنا من خصائص الزواحف؟ أولا أين تعيش الزواحف؟ تعيش غالبيتها الصحراء على اليابسة أو جزء منها على الماء حينما تعيش في الصحراء كالنباتات تحتاج أكيد للماء فلكي تحافظ على فقدان الماء يتحول جلدها أو يغطى جلدها بماذا؟ بأجزاء صلبة صغيرة تسمى حراشف هل تتذكرون معي النباتات؟ ذكرنا أن لديها أشواك أو أوراق مدببة تمنع فقدان الماء كذلك الزواحف تعيش في الصحراء فلذلك تتكيف لكي تمنع فقدان الماء وأيضا من الزواحف أنها تتحرك زاحفة على الأرض وهذا ما ورد في صورة النور قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه على بطنه فهذه ما تسمى بالزواحف ومنهم من يمشي على رجلين وتعرفنا على الطيور تمشي لها رجلين بعض الثديات لها رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى أبدع في خلقه في المخلوقات الحية هنا الزواحف تمتاز بأنها تزحف على بطنها وذكرنا أنه ورد ذلك في القرآن الكريم لها أرجل قصيرة ما عدا الثعابين الثعابين ليس لها أرجل أما بقية الحيوانات الزاحفة أو الزواحف لها أرجل قصيرة هذه الزواحف لها مجموعة منها التماسيح هذه تعيش في الماء وأيضا على اليابسة وكذلك السلحفاء تعتبر أيضا من الزواحف الأفاعي كالثعبان أيضا يعتبر من الزواحف السحلية والسحالي يوجد لها أنواع مختلفة منها الضب والحردون والبرص أو ما يسمى الوزر أكبر هذه المجموعات هي مجموعة السحالي طيب كيف تكيفت هذه الزواحف في الأماكن أو في البيئات التي تعيش بها؟ ذكرنا أنها تعيش غالبا في المناطق الحارة أو في الصحراء فبالتالي لابد لها من تكيفات خلقها الله سبحانه وتعالى حتى تعيش في هذه المناطق جلدها سميك جدا سميك بالإضافة إلى جاف ويغطيه الحراشف هذه الحراشف تقلل فقدان الماء ويحميها من الإصابات أو التعرض لأي مخاطر أخرى لكذا هي صلبة حتى تحميها هذه مجموعة من الحراشف نشوفها أكثر شاهدوا بعض الصور هنا مجموعة من الحراشف وهنا وأيضا الثعابين إذن الحراشف مهمة للزواحف حتى تحميها سواء من إصابات أو من المخاطر الأخرى وكذلك تمنع فقدان الماء بعض الزواحف ليس فقط يغطيها الحراشف بعضها يغطيها درع درع قطعة في الأعلى تغطي السلحف هذا الدرع يحميها من الظروف الخارجية شاهدوا هذه قطعة الدرع وأيضا من هذه حرباء حسنتم الحرباء أحيانا يتغير جلدها حسب المكان اللي تكون فيه تمويه حتى تحمي نفسها من المخاطر أو من المفترسات أو أي ظروف أخرى إذن شوفوا هنا تغير لونها كان أخضر بدأ يصير أصفر أصفر وهكذا إذن تتغير تتغير حسب المكان الذي تكون فيه حتى تحمي نفسها الثعابين ليس لها أرجل لديها حراشف ولكن لها حاسة شم قوية يوجد عضو متخصص في سقف الفم في الأعلى هذا الفم أو هذا الأجزاء الموجودة في الفم تحس بالأشياء الذي حولها فحركة اللسان دخول وخروج اللسان من الثعبان لكي ماذا تعرف ما الذي حولها بالتالي تستطيع معرفة ما الذي يوجد حولها أو في طريقها من خلال هذه الأجزاء الموجودة في سقف الفم ليس لها جفون ولا أذان ولا أرجل طيب كيف تسمع أجل كيف تتحرك وتعرف تستطيع من خلال الاهتزازات تسمع اهتزازات تصل لها وتفهمها وتعرف وين الهدف خصائص أيضا الزواحف لها عنق عنقها طويل يسمح لرأسها بالتحرك في جميع الاتجاهات حتى تستطيع الرؤية ما حولها ما هذا الكائن متعارف لدينا كثيرا نعم إنه الضب حسنتم الضب أيضا يعتبر من الجز واحف لاحظوا جسمه جاف سميك مغطى بالحراشف له أربعة أرجل قصيرة له عنق يسمح بحركة رأسه في اتجاهات عديدة حتى يستطيع الرؤية طيب شوفوا معي هذا المقطع هل هذا المقطع أو هذا السلوك صحيح زميلكم هنا يسأل نريد له إجابة شاهدوا هل هذا صحيح هناك طفل أو طفلة تمسك بالضب هل هذا صحيح لا سلوك خاطئ لا يصلح أن نمسك أو نصطاد الضب مهما كان والآن في السعودية حددت غرامات لصيد الحيوانات لبنعها من الانقراض والحفاظ على المخلوقات الحية في بيئتنا فغرامة صيد الضب ثلاث ألاف ريال فممنوع أن نصطاد الضب أو حتى نؤذيه أو حتى مجرد أن نلعب معها بطريقة إيذاء فهذه حياته ولا يصح أن نتعرض أو نضره بشيء أيضا من خصائص الزواحف تضاع بيض من الذي يضع بيض من المجموعات السابقة ثديات لا الطيور نعم كذلك الزواحف تضع بيضا هنا بيضة وهذا صغير وهنا أيضا ثعبان وهنا بيضة وأيضا هنا خروج صغير من البيضة وهنا أيضا بداية فقص لهذا البيض لكن بعض الزواحف لا تعتني بصغارها خاصة عند الفقص صغار لديها قدرة عالية أن تبحث عن الغذاء بنفسها لذلك بعض الزواحف لا تعتني بصغارها خاصة بعد الفقص ماذا أعرف نكمل الجدول السابق الحيوان مخلوق حي لأنه يتغدى ويحتاج إلى الماء والغذاء وهذا تعرفنا عليه سابقا يغطي جسمها الفرو هل جميعها ذكرنا الثديات يغطيها الشعر والفرو والصوف والوبر والبيض ريش أما الزواحف حراشف إذن هنا بدأ يختلف هل جميعها تضع بيض ليست جميعها الثديات تلد وترضع أما الطيور تضع بيض الزواحف كذلك تضع بيض كيف تتغذى رح نتعرف عليها في الدرس الثاني ماذا تعلمنا في هذا الدرس مملكة الحيوانات لها عدة مجامع أثديات ومنها الكنغر والطيور والزواحف وأخذنا اليوم أنواع عديدة من الزواحف وأيضا البرمائيات وكذلك الأسماك والحشرات تعلمنا في صفحة 52 الزواحف حيوانات لها جلد سميك وجاف يغطي أجسامها حراشف حتى تمنع فقدان الماء بعض الزواحف لديها درع للحماية الثعبان يغطي جسمه حراشف هذه مجموعة حراشف اقتربوا من الشاشة أو شاهدوها في الكتاب والسلحف لديها درع يحميها من الظروف الخارجية لدينا نشاط صفحة 52 اذكر أو اذكري أسماء زواحف تعرفونها سواء من اليوم أو من درس اليوم أو مما تعرفونه سابقا نعم أحسنتم لدينا الثعبان وكذلك تمساح وأيضا الحرباء وأيضا السلحفاء وكذلك الضب والوزق جميعها تعتبر زواحف نكمل جدولنا نأخذ الثديات والطيور والزواحف أنه انتهينا من الثديات والطيور والزواحف ما هي حركة الثديات نعم المشي والراكض الطيور الطيران الزواحف تزحف مع أنه لها أرجل بل أرجلها قصيرة لذلك هي تزحف على الأرض يغطي جسمها الثديات شعر فرو صوف وضر أحسنتم الطيور ريش ممتاز زواحف أحسنتم حراشف أو ممكن يكون درع كس الحفاء الأفراد إنتاج الأفراد أو التكاثر الثديات من خلال الولادة الطيور وضعوا بيض أحسنتم الزواحف وضعوا بيض أيضا رعاية الصغار الثديات تلد وترضع صغارها وتعتني بها الطيور كذلك ترقد على البيض حتى يفقس وتعتني به أما الزواحف لا تعتني بعضها به بعد الفقس يعني هي تعتني به في قبل فقس البيض لدينا نشاط مزلي صل أو صلي هذه الحيوانات التي تسمى زواحف هنا كلمة زواحف لدينا الحرباء ولدينا التمساح ولدينا الضفداء ولدينا الثعباء والسلحفاء والنعامة أريد أن نصل بالقلم نأخذ ونضع خطا بين الصورة إلى الكلمة أيها هذه تعتبر زواحف لكن احذروا أبناء الطلاب بنات الطالبات من المشي في الصحراء خاصة في القدمين أو في مفردكم خاصة في فصل الصيف لأنه تكثر ظهور هذه الزواحف لأنها تكون في حالة بيات قبل هذه الفترة وبعدها تبدأ تظهر وهذا خطر علينا لأنها حيوانات مفترسة لسلامتكم وحفاظا عليكم واشربوا الماء ودنتم سالمين فمان الله